ما انكست الخضرة مزارع المواطنين واستبشروا بموسم الزراعة على تعقيداتها حتى غازت أسراب من الجراد مجددا مزارعهم كحال هذا المزارع بمديرية ميدي الساحلية على البحر الأحمر شمال محافظة حجة الآن نناشد نحن الجهات مختصة لنكمحة الجراد لأننا نستطيع أن نحرث والآن أنا موسم الحبحاب والبطة والشمام والطماط الآن نحن مقبلي على الموسم إذا لم يقوم بتوجيه الرش لهذه الأراضي فنحن والله سنذهب هباء من ننطوره نحن هو مزارعنا لأنه كارثة إنسانية تهديد جديد يتعثر معه النشاط الاقتصادي المتدهور للمزارعين إزاء الحرب وتلوث عديد من المزارع بحقول الألغام والتصحور إضافة إلى انحسار أسواق بيع المحاصيل الزراعية في مناطق محاصرة ومعزولة ومع غياب دور الجهات المعنية بمكافحة الجراد لأكثر من عشر سنوات وفقا للمزارعين هنا فإن استعداد أسراب من الجراد لالتهام محاصيلهم الزراعية قد يتسبب بكوارث اقتصادية وغذائية في محافظة صنفتها منظمة الفاو بأكثر المحافظات اليمنية عداما للأمن الغذائي تزحف في الذبابة يزحف على الأرض يمسح الأخضر واليابس إلى أن يتم تخليص قلد له عليه تمام؟ ويرجع إلى جراده ويتم إلى طيران يطير جراد من مرحلة إلى أخرى من منطقة إلى أخرى مبيت حقه يدمر الأخضر واليابس الجهات الحكومية المختصة كانت قد حذرت من استمرار انتشار الجراد في مناطق التكاثر الصيفية ما يشكل بؤرا خطيرة لانتشارها المتسارع خلال السنوات الأخيرة بفعل التغير المناخي وهو الأمر الذي يتطلب تكثيف المراقبة والمكافحة في المناطق المتضررة لمنع خطر وشيك ومدمر للمحاصيل الزراعية يمكن لسرب واحد من الجراد أن يلتهم في يوم واحد نفس الكمية التي يتناولها قرابة الخمسة وثلاثين ألف شخص وأن يلحق الضرر بمئة طن من المحاصيل في كيلومتر مربعة أي أنها أكثر المخاطر تدميرا للإنتاج الزراعي والأمن الغذائي وقد تتسبب بمجاعة وشكة إذا ما قابلتها جهود طارئة لمكافحتها محمد يوسف قناة بن قيس إلى الملاطق التهامية في محافظة حجاه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر